بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد الفين أربعة وعشرين وفي برقيته للرئيس السيسي أكد الفريق أول محمد زكي وفاء رجال القوات المسلحة لمسؤولياتهم ومهامهم المقدسة التي يحملون أمانتها حفاظا على أمن وسلامة الدولة المصرية وحماية منجزاتها ومقدرتها ومصالحها القومية العليا تحت قيادة الرئيس السيسي الصادق الحكيمة يأتي ذلك فيما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي